موسيقى أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين موسيقى دمشق وطهران تؤسسان شركة للمساهمة في مشاريع إعادة الأعمار في سوريا موسيقى بغداد تتوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان يقضي بمنح الموازنة الاتحادية 250 ألف برميل من الخام يوميا موسيقى وفي النشرة زعيم حزب العمال البريطاني يتهم رئيس الحكومة بمحابات الأثرياء على حساب مصالح البلاد موسيقى أهلا بكم بدأت في طهران اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان بهدف العمل على تحقيق قفزة نوعية في مجال الإنشاء والتشييد وبناء الضواحي والمدن وترأس الاجتماعات عن الجانب السوري وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف وعن الجانب الإيراني وزير الطرق وبناء المدن محمد إسلامي عبداللطيف أكد أهمية البدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية فيما أعرب وزير طرق الإيراني عن استعداد وزارته لتقديم خبراتها إلى الجانب السوري وأحراز تقدم الملموس في إعادة الأعمار وأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان السوري سهيل عبداللطيف عن تأسيس شركة إنشائية مشتركة مع إيران لتنفيذ مشاريع إعادة أعمار في بلاده عبداللطيف أكد أثناء الملتقى التجاري الإيراني السوري أن بلاده تستهدف منح الأولوية الإيرانيين في مشاريع إعادة الأعمار مؤكدا أن شركة المزمع إطلاقها ستغطي جميع المحافظات اتخذت الحكومة السورية إجراءات صارمة لضبط الأسواق وتوفير كميات من السلع الأساسية بأسعار منافسة الإجراءات الحكومية تهدف إلى كبح موجة الغلاء في الأسواق التي جاءت بعد صدور مرسوم رئاسي بزيادة رواتب العاملين في الدولة محمد الخضر موجة غلاء اجتاحت الأسواق السورية بعد ساعات من مرسوم رئاسي ينقض بإضافة 20 ألف ليرة للرواتب الشهرية للعاملين في الدولة يشكو المستهلكون ارتفاعات أتت على مداخلهم المتأكلة أساسا من جراء تراجع قوة سعر صرف الليرة إلى نحو 750 ليرة للدولار صارت زيادة الرواتب لك إذا أنت ما سمعت بزيادة رواتب إذا ما شفناه يعني إذا للشهر 12 أنت لحتى تاخده فورا نطيته بالأسعار التاجر الأساسي اللي عم يجيب المواد هذا هو اللي عم يرفع السعر مو التاجر الصغير وبعدين مو قصد أنه تسكرنا المحل بلنا حل جزري ما تغلل الأسعار ما أنه يسكر المحل نحن أبنا المحل لا تسكر بدنا البضاعة هي تنزم استنفار حكومي لإعادة ضبط الأسواق وزارة التجارة الداخلية كثفت من دوريات المراقبة لمواجهة فوضى الأسعار إغلاق عشرات المحلات المخالفة في دمشق وحدها وغرامات مالية مضاعفة الإجراءات الشديدة المشددة التي اتخذت من قبل الوزارة هو إضافة لتنظيم الضبط يتم إغلاق المحل بشكل مباشر في حال كانت المخالفة فعلا كبيرة وجسيمة بنفس الوقت لأنه لدينا مخالفات جسيمة وخاصة إذا كانت من ناحية المواصفة والسعر السورية للتجارة ذراع الحكومة في الأسواق حافظت على مستوى أسعار منافس أكثر من 1250 صالة ومركز بيع في مختلف المحافظات تستقطب مئات آلاف المتسوقين سورية للتجارة قررت طرح سلة غذائية تتضمن مواد رئيسية كالسكر والأرز والعدس والشاي والزيت وغيرها بقيمة عشرة آلاف ليرة في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار في السوق بين استنفار حكومي لضبط أسعار السلع أو شكاوى شعبية عريضة من نار الغلاء يأمل ملايين السوريين ألا تلتهم الأسواق زيادة رواتبهم محمد الخضر دمشق الميادين أكد نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط ثامر الغضبان التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 وقال الغضبان أن نفط المستخرج من الإقليم سيسلم لشركة تسويق النفط العراقية سومو التي تقوم بتصديره عبر خط أنبيب إلى ميناء جهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا بدءا من بداية عام 2020 فازت الشركة الصينية الهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 121 مليون دولار لتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج الغاز في حقل غرب القرن واحد في العراق وإن المقرر انتهاء من هذا المشروع في غضون 27 شهرا وفق بيانا أصدرته الشركة الصينية بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في هذا الحقل الذي ينتج فعليا 480 ألف برميل من الخام يوميا وتشغله شركة الأمريكية إكسون موبيل قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمطورين العقاريين في تونس فهم شعبان إن وضع القطاع صعب في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن مؤكدا أن قطاع العقارات والبناء يعاني أزمة حقيقية ومن أبرز أسبابها الضغط الضريبي شعبان أكد أن الدولة فرضت ضريبة على القيمة المضافة في حدود 13% على المطورين العقاريين ما عمق الأزمة مؤكدا أنه كان يتم إنجاز 18 ألف وحدة سكنية في السابق لكن هذا الرقم تراجع ليصل إلى 7 ألاف وحدة في العام الحالي نرى في السنوات الأخيرة الضغط الجبائي على قطاع البعث العقاري هذا من أسباب التي تجعل الوضع فيه تداعيات كبيرة جدا على قطاع البعث العقاري وعلى قطاع البناء يدشن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني تيتشين بينك الاثنين المقبل خط الغاز قوة السيبيريا الذي ينقل الغاز الروسي إلى الصين ويبلغ طول أنبوب قوة سيبيريا 4500 كيلومتر بقدرة تمريرية قدرها 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويأتي المشروع في إطار صفقة وقعت بين جاسبروم الروسية وشركة النفط والغاز الوطني الصينية CNPC لتوريد الغاز الروسي للصين لمدة 30 عاما إلى بريطانيا حيث تعهد رئيس الوزراء إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر كنون الثاني يناير المقبل أما زعيم حزب العمال فرأى أن برنامج المحافظين هدفه خدمة الأغنية تقرير موسى سرور يسارع رئيس الوزراء بورج جونسون لإحكام قبضته على السلطة في بريطانيا من خلال تزديد اللكمات لخصمه السياسي جيرمي كوربين بسبب تردده في حسم خياره بشأن البريكزيت جونسون حامل مشعل البريكزيت تعهد في برنامجه الانتخابي أن يخرج الأسد البريطاني من قفص الاتحاد الأوروبي واضعا خطة خمسية لما بعد البريكزيت بتكلفة 100 مليار جنيه سترليني ليعيد فيها أمجاد بريطانيا أنجزوا البريكزيت لنتمكن من إعادة الثقة للأعمال التجارية والعائلات أنجزوا البريكزيت لنتمكن من تركيز قلوبنا وعقولنا على أولويات الشعب البريطاني لا يستطيع رئيس الوزراء إنهاء البريكزيت وهو يدرك ذلك لأن التفاوض التجاري مع الولايات المتحدة سيستغرق سبع سنوات كذلك الأمر مع الاتحاد الأوروبي حزب العمال يدرك أن البريكزيت هو المحرك الرئيسي للحملات الانتخابية ولكن رغم ذلك يرى أن الانتخابات فرصة له لإعادة كتابة القواعد الاقتصادية لبريطانيا وإنهاء سيطرة أصحاب البنوك والأثرياء متهما حزب المحافظين بالعمل لحسابهم البرنامج الطموح لحزب العمال لم ينل إعجاب زعيمه الأسباق توني بلير الذي وصف كوربين بأنه الأكثر راديكالية في بريطانيا كما حذر من غرق بلاده في الفوضى السياسي نحن في فوضى نشاط الاقتصاد العالمي أبقان في تحسن حتى الآن لكن إذا توقف ذلك فسنصبح في مشكلة كبيرة الأحزاب الصغرى في بريطانيا تسعى إلى الفوز بالمزيد من المقاعد البرلمانية على حساب الأحزاب الكبرى الحزب الليبرالي الديموقراطي يرفع شعار إنهاء البريكزيت مستغلا الانشقاق في حزب العمال لينتزع منه الدوائر المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي بينما يواجه حزب المحافظين صراعا مريرا مع زعيم حزب البريكزيت نايجيل فراج الذي ينافسه في الدوائر المحسوبة على تياري البريكزيت يبدو أن البرامج الانتخابية للأحزاب الرئيسية لن تخرج بريطانيا من نفق البريكزيت المظلم فكل المؤشرات تدل على أن الانتخابات ستفرز برلمانا معلقا حيث لا سيطرة فيه لأي من الأحزاب الرئيسية على الأغلبية البرلمانية ما قد يفرد تألف حكومة ائتلافية تلجأ فيها إلى الشعب لتحديد مصار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مستصر لندن الميادين قالت بزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء اليوكي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن تحدثوا هاتفيا لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة الأولى من اتفاق تجارة كما بحث الجانبان القضايا الأساسية مثار القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلاة استبعدت ستاندرد أند بورس جلوبل للتصنيفات الاعتمالية أن يحسن معرض إكسبو 2020 الظروف القاسية التي يمر بها سوق العقارات في دبي حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية أكثر من الربع منذ عام 2014 ويتوقع المنظمون أن يجذب المعرض 11 مليون زائر أجنبي حيث تعاول عليه الإمارة لإعطاء دفعة للسياحة وتحسين قطاع التجزيئة وزيادة الطلب على سوق العقارات بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء